لا شك إن الشرق الأوسط كامل كان فيها أقدم الحضارات على مرة التالية وكانوا سكانها هم أصحاب القوى العظمى في الأرض كاملة مثل ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى استخلفهم في الأرض فعشان كده أشهر الحضارات كانت فيها في الشرق الأوسط فأغلب الأنبياء المذكورين في القرآن خرجوا من هذه الأرض وفيها أفضل البقاء على وجه الأرض المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي وأكثر الآثار التاريخية العجيبة واللي ما يوجد لها تفسير كانت في الشرق الأوسط فهل فعلا كانت هذه الحضارات يعيشون حياة بدائية جدا هذه الحضارات اللي قال عنهم الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا أشد منا قوة فالإجابة طبعا هي لا لأن هذه الحضارات كانت تعيش حياة متقدمة وحضارها أفضل مننا بكثير وكان عندهم العلم الكثير وكان عندهم مباني ومصانع وناطحات سحاب حتى وكان حتى لهم مركبات وسفن وغواصات وكان عندهم حتى الكهرباء والكهرباء اللي نعيش عليها الحين هذا مو شي جديد بل هو جزء من الطبيعة اللي خلقها الله سبحانه وتعالى طبعا أغلب الاختراعات واللي تظن إنها اختراعات فعلا حديثة هي أغلبها مسروقة في الأصل وهي من بقايا علوم الأمم السابقة زي ما وصلنا الإنجيل والتوراة وغيرها من الكتب الدينية وبعض الصحف التاريخية اللي تعلمنا أخبار هذيك الأمم حتى بعض الكتب التاريخية اللي تعلم السحر وصلتنا برضو بقيت بعض الكتب العلمية اللي تعلم علمهم في هذاك الزمن واللي أعتقد إنها أغلبها كان في زمن سليمان عليه السلام يعني هي كتب كانت في زمن سليمان عليه السلام واللي أعتقد والله أعلم إنهم وجدوها في الشرق الأوسط أو بالتحديد في المنطقة اللي عاش فيها سليمان عليه السلام ومن هذه الاختراعات هي البطاريات أي ونعم البطاريات اللي برموت بيتكم الهي واللي ادعوا بأن تم اكتشافها في عام 1800 ميلاد على يد رجل يسمى بيفولتا أو بالأصح أليساندرو فولتا الهاتف الهاتف العباراتوين الأوليساندرو فولتا الحكوان الكتاب العلمان كام صغيئة الكامل مستخدم إنه تماما ان تقدمون من خلالي عام حياتي العباراتوين توقعت أشك الشب الأرض ترجم أغرب لتأثير ولبعد هذا الاكتشاف ب136 سنة وفي عام 1936 بيلاد كان فيه أعمال لإنشاء سكة حديدية في العراق وتحديدا بمدينة قريبة من بغداد وكانت قرية مو مدينة كبيرة كانت قرية صغيرة وهم كانوا يشتغلون لقيوا قدامهم قبرها والقبر هذا منعهم من أنهم يكملون شخص وقاموا يبغون ينقلون هذا القبر لمكان ثاني ينقلونها لمنطقة ثانية عشان يكملون الشغل بس الغريب أنهم أول ما فتحوا القبر لقوا بداخله أشياء غريبة جدا لقوا بداخله فخار والفخار هذا على شكل جرة وفي أعلى هذه الجرة قطعة نحاسية قطعة نحاسية بارزة وخارجة من الجرة وحول القطعة النحاسية هذه مادة معدنية على شكل استواني وفي أعلى الجرة مادة تقفل الجرة من الأعلى وكأنه كان بالداخل سائل استغربوا من هذه القطعة طبعا شكوا بأن هذه القطعة فعلا قطعة أثرية ولازم تأخذ الآن إلى المتحف وهذا اللي صار فعلا نقلوها للمتحف واللي كان رئيس هذا المتحف واحد من المستشرقين وكان عالم أثار نصراني وكان ماسك المتحف هذا كامل عشان يدور على أثار تثبت صحة القصص المذكورة بالكتاب المقدس عنده فأول مجاه الفخار هذا استغرب من شأنه وكيف أن هذا الفخار عجيب هذا مو فخار بس فيه قطعة نحاسية فكام يستكشف هذه القطعة وجل السنين يستكشف هذه القطعة إليم بعام 1940 ميلاد أعلن هذا الرجل أن هذه القطعة ترجع إلى 250 سنة قبل الميلاد يعني قطعة قديمة جدا 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 أكثر من متخين وأن هذا الفخار أصلا صنع كبطاريات تنتج الكهرباء في الأصل فكانوا قديما يعبون هذه الجرات بسائل حمضي يحتوي على أيونات كهربائية فإذا حطوا هذا السائل الحمضي داخل هذه الجرة تصير تنتقل الطاقة الكهربائية من هذا السائل الحمضي إلى هذه القطعة النحاسية وبهذه الطريقة بإمكانهم يستخدمون الكهرباء يعني نفس البطاريات اللي بيدينها أما قوة إنتاج هذه البطاريات للكهرب يعتمد على حسب المادة المضافة بداخلها وطبعا إذا انتهت البطارية يعبونها من جديد بهذا السائل وتصير شغالة زيها وهذه واحدة من الطرق اللي كانت تستخدمها هذه الحضارات السابقة لإنتاج الكهرباء طبعا بعد هذا الاكتشاف الوضع ما صار تمام مع الدول العظمى كيف حنا أصحاب أفضل حضارة في التاريخ كام حنا سوينا كل شيء ما في حضارة قبلنا كل الحضارات ما كانت موجودة يا جماعة الخير أصل الإنسان سمك وأول بشري كان قرد من أشد مننا قو ما في أي حضارات سابقة حنا الأشد والأقوام نفس كلام الأقوام البائدة من قبلنا واللي أعطاهم الله الأرض واستخلفهم فيها ففعلا بعد الغزو الأمريكي للعراق واختفت هذا القطع من على وجه الأرض اختفت من بين كل الآثار في هذا المتحف وتم إخفاءها تمام هذا كان بفعل الحرب الله أحد ولكنهم طلعوا بعدين وشككوا في أن هذه القطعة مهي ببطاريات وأن هذه القطع فقط صنعوها لاستخدامات الدينية فقط لكن قاموا بعض الباحثين بإعادة التجربة نفسها وفعلا أنتجت الكهرباء مثل ما توقح هذاك العالم أو هذاك الباحث وتقدر تلقى هذه التجارب بليوتيوب حتى بس أغلبهم أضاف الليمون وبعض الفواكه الحامضة اللي فيها أيونات كهربائية ضعيف فأنتجت فولتات ضعيفة جدا وسبب أنهم أضافوا الليمون وهذه الفواكه الحامضة عشان يمثلون ذاك العهن لأنه ممكن ما يكون عندهم حمض الكبريتيك اللي موجود في البطاريات الآن مع أن يقول أنه كان عندهم هذا الحمض وأمورهم زيل فل بل كان عندهم علم أكبر منه بكثير فتوضح لنا ولهم أن الكهرباء مو بشي جديد ومو إحنا الوحيدين اللي اكتشفها بل كانوا الحضارات اللي قبلنا يعيشون في كهرباء وفي حضارة متقدمة بكثير عنها بل حضارات قبلنا بـ 1200 سنة كانوا يعيشون في حضارة لا تقل عن حضارتنا بشي فكانوا يبنون أبراج كاملة من دون أسيخ حتى وكان عندهم مباني ومصانع حتى وكان عندهم من العلوم والتطور اللي كثير منهم ما وصل لنا وما وصل لنا من حضارتهم إلا شي بسيط فكيف كانت تعيش ديك الحضارات؟ هذا اللي راح نحكي بقصة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبيياكم واجعل الجنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم يا رب العالمين كيف حالكم؟ إن شاء الله أنكم بخير وموركم كل الناس اللي كانت تنتظر الغزوة القادمة في سلسلة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حب أتدرك والله حقيقة أنا متأسف جدا إنها ما نزلت في وقت ولكني حاليا أحاول أني أطور من نفسي في المنتاج وكذلك أستعين ببعض الناس اللي يمنتجون معايا عشان نطلع بأحسن مقاطع لكم وزو ما أنتوا شايفين أنا في غرفة جديدة حاليا بسبب أن عندنا تصليحات في المكان اللي أصور لكم يا عادة فأموما أرجو منكم أنكم تدعوني بالتوفيق وإن الله سبحانه وتعالى يستلنا المقطع الجاي اللي بإذن الله رح ينزل بعد أيام قليل ويغتصت النبي صلى الله عليه وسلم يوم هجم على جيش كامل هجم الوحدة وكان يردد أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلق صلى الله عليه وسلم في قصة حماسية جدا بعد أيام قليلة رح تنزل فدعونا بالتوفيق الله يجزاكم خير وداماً يقولت اللي بخاطر يخذ لك شي تاكله ولا تنسى تابعني في كل السوشيال ميديا وكتب أنا ساكشن وبإذن الله العلي العظيم رح أطرع لك من دوم نطول بسم الله نبدأ الأنابيب اللي قدامك هذي يحفظ فيها أجساد الموتى قبل ما يدخلون أجساد الموتى في هذه الأنابيب يسحبون الدم كامل من الجسد ويستبدلون دم الميت بمضاد للتجمد ومو بس كده يتم حقنا بأدوية تحمي أغشية الخلايا عشان ما تعفن والأدوية هذي تمنع تخطر الدم بس هذا كله ليش؟ الأنابيب اللي قاعد شوفها هذي تسمى بتوابيت الخلود بس خليني أشرح لك أكثر في سبعينات القرن الماضي كان في عالم اسمه ماكس مول كان هذا العالم رئيس شركة متخصصة في حفظ وتجميد أعضاء المتبرع يجمل دونها عشان يزرعونها للمرضى من جديد في يوم من الأيام كان هذا العالم ماكس يطالع في فيلم خيالي وكان قصة هذا الفيلم أن في بشر تجمدوا في الجديد لألاف السنين ومن بعدها عاشوا وقدروا أنهم يرجعون للحياة بعد هذه الفترة كان هذه القصة خلت ماكس يفكر في فكرة أنه بدل ما يجمد أعضاء متبرعين يجمد أجسادهم كاملة فإذا جمد أجسادهم كاملة كده تقدر توصل البشرية إلى الخلود في الدنيا وفعلا بدأ ماكس مشروع كامل وسمى هذا المشروع حقه بتوابيط الخلود وسمى الشركة حقه هذه كريونيكس ترجمة نانسي قريقي المترجم للقناة المترجم للقناة ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر الله بصير بما يعملون بس اللي أغلبنا ما يعرفها أن هذه الفكرة مي فكر مستعدة وهذه الفكرة كانت عند أقوام من قبل والأقوام هذولة بنوا مصانع كاملة لا تقل جودة عن المصانع الحالية وحاولوا بشتى الوسائل للوصول لحل لشبح الموت فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن عنهم وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون فمن هذول القوم وإيش قصتهم بالضبط كالعادة في كل قصة لازم نعرف شي بسيط قبل ما نبدأ القصة بس أبغاك في هذه اللحظات البسيطة تركز معي مصبوط تخيل معي الحين خمسة قطع من الذهب الخمسة قطع هذه أبغاها أوزعها على خمسة أشخاص كل شخص رح ياخذ قطعة ذهبية واحدة خمسة قسمة خمسة يساوي واحد لكن إذا كان عندي خمسة قطع من الذهب وشخص واحد فقط فالشخص الواحد هذا بياخذ الخمسة قطع كاملة فالطبيعي إن هذا الشخص رح يصير غني جدا أو إنه يعيش برافعية شفتوا هذه المعادلة خلونا نطبقها على العالم فكل ما زاد عدد سكان العالم قل دخل الفرد منها لأن بدل ما ياخذ خمسة قطع من الذهب رح ياخذ قطعة واحدة هذا إذا أخذ قطعها أصلا وكل ما قال عدد سكان العالم زاد مستوى دخل الفرد منها لأن بدل ما توزع الخمسة قطع هذه على خمسة أشخاص راح تروح الخمسة قطع الدهبية هذه لشخص واحد منها وهذا الشيء يصير دائما بعد موت عدد كبير جدا من البشر في بعد الحرب العالمية الثانية صار في نهضة قوية جدا نهضة في الصناعة وفي العمران وحتى الاختراعات برد فلو نلاحظ أن معدل دخل الفرد بعد الحرب العالمية الثانية كان جدا عاليا أعلى بكثير من مستوى دخل الفرد في أيامنا الحالية ولو جلست البشرية تزداد أعدادها وهم في أمن وسلام لا فسدت الأرض هلكنا كلها يقول الله سبحانه وتعالى في الآية ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض فلا يوجد سلام بين الحق والباطل على وجه الحرب دائما بينهم الاثنين حتى نرجع لله سبحانه وتعالى وهناك هو كامل السلام والأمان لمن عبده والخوف الدائم والعذاب لمن جهده فلا يوجد سلام أبدا بين الحق والباطل وإذا حل السلام بينهم حلكنا كلنا وهذه سنة من سنة لله سبحانه وتعالى في الكون والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم فاللي حصل بعد الحرب العالمية الثانية حصل بعد طوفان نوح بعد ما غرقوا جميع من في الأرض وما بقي على وجه الأرض إلا نوح وأولاده والقليل ممن آمن معه فتخيل كم بتكون تروت كل واحد منهم في ذاك الزمان كل واحد له قارة كاملة بثرواتها وهذا اللي حصل فأرسل نوح عليه السلام أولاده في جميع الأرض كل واحد في منطقة المنطقة هذه كيملكها كاملة بحط طوفان نوح عليه السلام أصيبوا كل المؤمنين من الرجال اللي في سفينة نوح عليه السلام بالعقل ويقال بأن هذا من هول الشيء اللي شافه أما بالنسبة للنساء فما جاههم شيء وهذا الأرجح وأن الرجال هم فقط اللي أصيبوا بالعقل وهذا كل لحكمة من الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى قال وجعلنا ذريته هم الباقين فتزوجوا أولاد نوح من نساء المؤمنين اللي ما أصابهم العقل وأمر نوح عليه السلام بقرابين يذبحهم شكر لله سبحانه وتعالى على نجاتهم من هذا الطوفان شكر لله سبحانه وتعالى على إن نجاهوا من هذا الطوفان العظيم فجاه الرد من الله سبحانه وتعالى فيقول ابن كثير فعاهد الله سبحانه وتعالى إلينا أنه لا يعيد الطفان على أهل الأرض أبدا فبعدها جعل الله سبحانه وتعالى لنا علامة نشوفها بعيوننا العلامة هذه الذكرنا لمثاق الله سبحانه وتعالى لنوح تعرفوني شيء هذه العلامة؟ العلامة هذه هي قوس المطر أو ما يسمى بقوس قزح فيقول صحابي من الصحابة يلقى بترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن قوس المطر أنه أمان لأهل الأرض من الغرق فبعد هذا أمر نوح عليه السلام أولاده أنهم يتوزعون في الأرض ويتناسلون عنه فيقال بأن حام سافر لبلاد السودان وهي أفريقيا الآن فأصبح أبو الأفارقة وأما يافث فسافر لبلاد الشرق ويقال بأن سافر إلى منغوليا الآن وهو أبو الأسويين كلهم من الأتراك حتى منغوليا ويقال بأن يافث أن من نسله يأجوج مأجوج فهو أبو أو جد يأجوج مأجوج أما الولد الثالث وهو السام سافر لجزيرة العرب ويقال بأن عاش في صنعاء وقيل في الشام وأن الشام ما سميت بالشام إلا نسبة لسام وكانت اسمها قبل السام فسام بن نوح هو أبو الفرس والروم والعرب اللي كان فيهم أول شرك بعد الطوفان إيه نعم أول شرك بعد الطوفان كان في العرب وكان هذا الشرك في قوم يسكنون مدينة اسمها إيراب بس هذول القوم ما كانوا بسيطين أبدا فهم أصبحوا القوة العظمى بعد الطوفان لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم قوة في العقل وفي الجسد مو عند الباكين فمن هم سكانها قوم عاد كانوا قوم كبار القامة شداد الأجساد وكانوا هم المسيطرين وأصحاب القوة العظمى بين الأمم في ذاك الزمان فقال الله سبحانه وتعالى عنهم إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فيذكر الله سبحانه وتعالى أنهم كانوا هم أصحاب القوة العظمى في ذاك الزمان وعطاهم الله سبحانه وتعالى قوة جسدية وعقلية ما كانت عند باقي الأمم في ذاك الزمان بس كانوا جبارين في الأرض ظلم يبطشون في كل مكان يقتلون لأجل الثراء ويبنون ما لا يسكنون فتخيلوا إن كان عندهم قصور ومباني عظيمة فوق الجبال بس ما يخلون أحد يسكنها ولا يسكنونها هم بأنفسهم أصلا بس كده يبنونها عبث فكانوا يسكنون في خيام لها أحمد ضخمة مع قدرتهم على بناء البيوت يقول الله سبحانه وتعالى في وصفهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون فكانوا يبنون في كل ريع يعني مرتفع كانوا يبنون آية يعني مباني كبيرة بس يبنونها عبث فقط لا يخلون أحد يسكنها ولا يسكنونها هم بأنفسهم شوف قد أيش وصلوا في الظلم جبابرها كان ولازم تعرفون إن ما في أحد ظالم إلا وكان بعيد كل البعد عن هدى الله ولا تتحقق هداية الله سبحانه وتعالى لظالم فالله سبحانه وتعالى ذكر في أربع آيات في القرآن إن الله لا يهدي القوم الظالمين فالظلم مصيبة فاستباحوا العدوان على أي بلد يملك ثروات بسبب إنهم كانوا الأقوى اقتصاديا وعسكريا وعندهم إمكانيات من عند باقي الأمم في ذاك الزمان فكانوا إذا مروا على بلاد فيها ثروات استباحوا ثرواتها بسبب إنهم الأقوى حنا الأقوى عسكريا واقتصاديا وعندنا إمكانيات ما عند باقي هذول المتخلفين فيدخلونها ويقتلون كل المقاتلة ويعدبون الباقيين ويستبيحون العراء بدعوة إن هذول متخلفين وحنا نقدر نأخذ هذه الثروات ونستفيد منها يعني نفس الاستعمار اللي حصل بعد الحرب العالمية الثانية حصل استعمار بعد طوفانها الصورة الحين بدت تتضح أكثر فكانت كل البلدان في ذاك الزمان مليئة بالخيارات وكان عدد سكان العالم في ذاك الزمان قليل جدا فكان الجميع عايش في رفاهية نفس المعادلة اللي ذكرناها في بداية المقطع لكن كان في دولة عظمى استأثرت هذه الخيارات لها في استباح الدماء البشر وظلمت وبطشت حتى وصلت إلى أحلى مراحل الظلم حتى إن الله سبحانه وتعالى قال فيه وإذا بطشتم بطشتم جبارين فمرت الأيام واستمرت هذه الأمة في الظلم والبطش وأكل أموال الناس بالباطل جلست على هذا الحال إيلين وصلت إلى الإلحاد بالآخرة والبعث كذبوا بلقاء الله مثل ما كذبت الدول العظمى في زمنها وبدت عاد ترضى بالحياة الدنيا وباللي فيها وصاروا حريصين على الحياة وخايفين جدا من فكرة المقبل وراضين بنعم الدنيا وكان عندهم مشكلة الموت هذه مشكلة عظيمة جدا فأمل كل ظالم بأن ما يواجه القاضي العادل أشد أعداء الظالم هو القاضي العادل وكل من عاد والدول العظمى في هذا الزمان تعرف بأن في محكمة عظيمة بعد الموت المحكمة هذه قاضيها عادل لا يظلم عنده أحد وسينصف عنده كل مظلوم فكلهم من الاثنين أعطاهم الله سبحانه وتعالى ما لم يعطي أحد كلهم ظلموا وبطشوا في الأرض كلهم خافوا فأنكروا وجود الآخرة والبعث على أمل منهم بأنها وهمة وأنها من أساطير الأول فمن خوفهم الاثنين ابتنوا مصانع كبيرة جدا عشان يحاربون فكرة الموت ويوصلون إلى الخلود في الدنيا وجابوا علماء وأطباء من جميع أنحاء الأرض عشان يجدون حل لمشكلة الموت وعشان يوصلون لفكرة الخلود أعوذ بالله ولكن زي ما قلنا أن هذا هو أمل كل ظالم أنه يتشبت بالدنيا ويخشى من فكرة الموت فقال الله سبحانه وتعالى عن عادة وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون فكأن هذه الآية نزلت علينا في هذا الزمان والله فكيف أنهم بنوا مصانع كبيرة جدا عشان يجدون حل الموت يتمنون الخلود في الدنيا لكنهم ما بيقدرون فالله سبحانه وتعالى يقول كل نفس ذائقة الموت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لم يخلق داء إلا وخلق له دواء عليمه من علم وجاهله من جحل إلا السهم الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الموت فكل اللي سوتها الدول العظمى في زمننا هذا سوتها عاد ما عاد شي واحد فقط أن عاد لم تصل إلى الإلحاد وإنكار وجود خالق مثل اللي حصل في زمننا الحالي مع الدول العظمى فكانت عاد تؤمن بوجود إله والإله هذا جعلنا بعض الآلهة تعتبر وسيلة لهذا الإله فقط فوقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى واعتبروا هذه الآلهة تتمثل في صور نحتوها هم بأنفسهم نحتوها من الصخور في إبليس استخدم نفس الطريقة القديمة طريقة التغرير بهم وطريقة تقليدية حقها طريقة الشرك بالله سبحانه وتعالى وبناء الأصنام وعبادة هذه الأصنام في اللي ما تعرفها إن ما فيه أمة من الأمم قبلنا وصلوا للإلحاد الكامل وإنكار وجود إله من الأصر فكل أمة أنكرت الله سبحانه وتعالى عبدت غيرها وآمنت بأن هذا الإله اللي من دون الله سبحانه وتعالى خلق الأرض والسماوات يعني كانوا يؤمنون بوجود خالق إلا في زمننا هذا في إبليس تطور كثير فصار قليل من الناس أصلا يعرف سبب الإلحاد اللي وصلت لها البشرية في زمننا هذا في سبب عظيم وإبليس ترى استخدم طريقة جدا قوية قليل من الناس يعرفها حتى إني أنا أتحداك تعرف السبب الرئيسي لوجود أصلا مثل هذه الأشكال اللي تنكر وجود الله من الأصل وإن هذه الحياة فقط عبا في طريقة طبقها الشيطان ما أحد يعرفها إلا قليل ناس أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بإذن الله بنذكرها في قصة ثانية بس خلونا نكمل قصة عادة فعاد عبدت الأصنام وكانت تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء ولكن هذه الأصنام هي وسائل لله سبحانه وتعالى بس إش الفائدة من عبادة هذه الأصنام من الأرض هذه الأصنام هي فقط كانت تمدهم بطاقة يستفيدون منها في الدنيا وفائدة هذه الأصنام دنيوية بحتة ما في شيء يسمى آخر يعني أنت مريض روح يستشفى من هذا الصنم يشفيك وانتهين ما في أجور في الآخرة يعني فكرة الآخرة ما كانت موجودة وكان عندهم إن لكل صنم ملكوت خاص فيه والعياد بالله فتعلقوا في هذه الأصنام ونسوا الله سبحانه وتعالى وذكر الله سبحانه وتعالى وصاروا فقط يستمدون الأمور الدنيوية من هذه الأصنام اللي احنا حتوها بعيدهم في يوم ظهر الشرك فيهم والطغيان ونسوا ما ذكروا به نسوا عقيدة نوح عليه السلام وآدم وشير بعث الله سبحانه وتعالى فيهم هود عليه السلام وكان هود منهم من عد وهو من نسل سام بن نوح بعثها الله سبحانه وتعالى في هدولة القوم الجبابرع يذكرهم بعبادة الله سبحانه وتعالى وحدها وأن هذه الأصنام هي حجارة لا تفيد ولا تسوي شيء أصلا في يوم دعاهم نبي الله هود عليه السلام وذكرهم بالله سبحانه وتعالى وحده وذكرهم بالآخرة وذكرهم بأن في بعد هذه الدنيا معكمة رح يتحاكمون أمام الله سبحانه وتعالى عن كل شيء فعلوا وأن كل من ظلم على إيديهم رح يأخذ حقه عند الله سبحانه وتعالى وأن عقيدتهم هذه فاسدة وأن العقيدة الصحيحة هي الإسلام عقيدة نوح وشيث وآدم عليهم السلام وعقيدة إسحاق عليه السلام وأمرهم بالاستغفار من الله سبحانه وتعالى والتوى من الأشياء اللي سووه والرجوع عن هذه العقيدة الفاسدة فما لقيم من قومه إلا التكذيب والمخالفة والحرب القاسية جدا مثل ما حصل لجده نوح عليه السلام فتنقصوا منه واستدفهوه واستدفهوا كلامه حتى إنهم قالوا له إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين يعني شوفك سفيه أنت أصلا فرد عليهم هودو قال لهم يا قومي ليس بي سفاهة أنا ما نبس فيه ولكني رسول من رب العالمي هنا علمهم إن الله سبحانه وتعالى أرسلها فاستكبروا كلامه قالوا رسول رسول وبشر يعني قاعدوا يشوفونه مجنون لها الدرجة وصلوا من الطغيحة فقال لهم وبلغوكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح وحذركم من عبادة هذه الأصنام اللي تعبدونها من دون الله وإن فيه حساب وعداب وآخرة وإن الله سبحانه وتعالى توعدهم بالعداب في الدنيا والآخرة إذا خالف يعني هود قال لهم إن إذا خالفتوني ترى الله سبحانه وتعالى متوعدكم بعذابين في الدنيا وفي الآخرة إيه الآخرة هاللي أنتوا تنكرونه فقام واحد من القوم يستكبر كلامه فيقول أي عيدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون إيش الكلام اللي قاعد تقولها أنت هيهاتا هيهاتا لي ما توعدوا مات ذا الوعد البعيد يا شيخ عنا بنموت ونصير تراب بعدين إذا صرنا تراب بنرجع حياة يا شيخ ذا أمر بعيد جدا أقول لكم حل هذه المعادلة اللي قاعد تجري في مخك يا هود إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين شفت كيف عقيدتنا بسيطة أرحام تدفع وأرض تبلع بس ولا في حساب ولا في الكلام الفاضل اللي قاعد تقولها أعوذ بالله تدرون يا قومي أنا عرفتش المشكلة فيه إن هو إلا رجل افترى على الله يكذب وما نحن له بمؤمنين تبرؤوا منه هذا يتقول على الله كلام كذب هذا يكذب على الله وتدرون ليش يقعد يكذب على الإله يبغى فلوس ها يا هود اعترف لنا تبغى فلوس ولا لا أنت تكسب وراء الشغلة دي ولا كيف تقول للناس عبدوا الله وحده وترفي حساب وكذا عشان ها فقال لهم يا قومي لا أسألكم عليه أجر إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلوه ما بفلوس منكم أنا أنصحكم لوجه الله والله سبحانه وتعالى بيعطيني إليني ورضيني وجوري كلها عندنا وناظروا قوم هود في بعض يولد ذهب فعلا مهم مستصلح مننا لا يبغى فلوس ولا يبغى شيء مهم تكسب وراء كلامه هذا شيء أبدا فكروا مع بعضهم وقالوا وش سالفة هودة أكيد إن فيه سالفة حينما نعرفها قالوا يا هود ما جئتنا ببينا وين معجزتك بين لنا إنك نبي فعلا وجيب معجزة من عندك وتدري وش ما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين يا تجي بمعجزة يا ماحنا مؤمني تفكر الكلمتين ذي اللي قاعد تقولنا إياها بتقنعنا وبتخلينا نترك آلهتنا اللي أبدوها آبا أنا واجدادنا يا شيخ حنا عندنا براهين الشيطان لعب عليهم طبعا زي ما حصل مع قوم نور تجمع القوم مع بعضهم يدرسون وضع هود من جديد يبقون يعرفون ايش معاه تقام واحد فيهم وقال لهم تدرون آلهتنا شكلها لعنتها شكل حل عليه لعنة ففقد عقله خلونا نروح نقولها فقالوا يا هود إن نقولوا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء آلهتنا أصابتك بسوء فصرت مجنون فصرت تقول كلام عجيب غريب كأنهم جارسين يقولون أن آلهتنا لعنتك يعني وآلهتنا ضدك أصلا في لعنتك فصرت تقول كلام فاضي ما لها أي بينا فوقف هود وقال لهم إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه أنا مني مؤمن بأصنامكم ولا الأشياء اللي قاعد تقولونها واسمع وش قال هود بعدها فقال لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا جمعوا أسلحتكم وعتادكم وآلهتكم دي وكل القوة العظمى اللي عندكم هذه وظفوها كلها في عدواني فلم جيوشكم هذه بسرعة ولا تتأخرون عليها ولا تنظرون أنا والله ما فكرت فيكم ولا في قوتكم ولا في اقتصادكم ولا في عسكركم ولا في جيوشكم هذه كلها تخير معايا أن في شخص واحد ضد كل الدول العظمى في زمننا ومو بس كده يقول للدول العظمى هذه جمعوا كل دباباتكم وطياراتكم وكل جنودكم هذولة وتعالون إيش هذه الشجاعة اللي يملكها هذا الشخص هذه كاملة بأسلحاتها بأي قوة بيواجه هذه القوة العظمى هذا أول شيء بيجي في مخنا لكن ركز معايا في السلاحة اللي يملك هود عليه السلام يقول هود عليه السلام إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم شوف اليقين بالله كيف وصل عندك قال أنت معكم أسلحتكم وأنت معكم أعتاتكم هذا كله أنا معي الله سبحانه وتعالى شوف اليقين بالله إلى أي درجة وصل فيها ما صار يخاف أحد ولا حد يقول هذا نبي وإحنا ما نقدر نوصل لها المرحلة من اليقين والإيمان بالله سبحانه وتعالى والله إنا نقدر والتاريخ مليان بقصص بشر لهم أنبياء ولا شيء آمنوا بالله وتوكلوا عليه فحصل لهم النصر من الله سبحانه وتعالى وأقربها الصحابة رضي الله عنهم بشر عدين زينا زي فظنوا قوم هود إنها هود يعني خايف ومجنون وإنها ضعيف ومستحان لكنها وقفوا قال لهم فكيدوني جميعها جمعوا كل قوتكم هذه اللي قاعد تظلمون بها أمم كاملة جمعوا أباكم تواجهوني بها وهذا نفس كلام جده نوح عليه السلام قال نفس الشيء لقومه نفس الكلام قالها لقومه قال جمعوا أتادكم جمعوا كل اللي تقدرون عليه فيقول نوح عليه السلام لقومه يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروا هذا اللي مفروض يكونون عليها أهل الحق وأهل التوحيد وسنة النبي صلى الله عليه وسلم متوكلين على الله سبحانه وتعالى لا يخشون في الله لوم تلائم فرفع هود عليه السلام يديه لله سبحانه وتعالى وقال ربي انصرني بما كذبوا فنزل عليه الوحي مباشرة قال الله سبحانه وتعالى عما قليل ليصبحن نادي فيه عذاب شديد بصيله وهذه نتيجة التوكل على الله سبحانه وتعالى فمن توكل على الله فهو حسبه فبعد فترة من هذا الموقف اللي حصل بين هود عليه السلام وعاد وقفت السماء عن المطر وبدت الأرض شيء فشيء تجف وبدأ الناس يخافون على أنفسهم ولاحظت فئة من عاد أن هود ممكن يكون صادق مستحيل هذا يكون صدفة وهذه الفئة أغلبهم فقراء وناس من العواق بس الناس اللي هاي كلاس واللي عندهم فلوس كثير كان كفرهم أشد كانت عيونهم على هذول اللي بدأوا يصدقون هود فبدأوا الناس فعلا يتناقشون في مسألة المطر وزمان إذا وقف المطر الناس ترى خلاص تنتهي الحياة كل شيء متعلق في الحياة بالمطر زي الكهرب بالنسبة لنا الآن لا ممكن أن نقدر نعيش من دون كهرب لكن فهمتوا إيش أقصد إذا وقف عنهم المطر يعني خلاص موت جالسين يموتون بس بشكل بطيف في يوم شافوا العوام أن الوضع زي كده بدأوا يجتمعون مع بعضهم زي مجموعات صغيرة وبدأوا يتناقشون في مسألته وهل فعلا هود صادق أو أن المسألة فقط صدفة هذا الشيء خلى سادة عاد أو الناس اللي هاي كلاس عندهم تمتلي قلوبهم حد وغيث يعني فما سكتوا أبدا في قول الله سبحانه وتعالى عنهم وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا يعني فعلا كانوا من الطبق العليا وكانوا أشد الناس كفر حتى في زمننا هذا أكثر الناس بعد عن الله سبحانه وتعالى تلقاه منعا في الدنيا في إش قالت هذه الفئة قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشربوا مما تشربون رجعوا للشبهاء القديم بشري عادي يأكل مثلكم ويشرب مثلكم وأنتو يا أغبياء تسمعوله بشر زي زي ليش ما تسمعولي أنا وتسمعوله ولا إن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسروا ليش الله ما يرسل لنا ملك يعني الله بيرسل لنا بشر مثلنا عادي يأكل مثلنا ويشرب مثلنا ويروح الحمام الله يعزكم لا لا يا حبيب إذا أنتو بطيعون بشر مثلكم والله أنكم خسرانين وهذه ترى شبهة موجودة إلى زمننا هذا يعني ليش الله ما يرسل لنا ملك من السماء ليش الله ما يتجلالنا وخلاص الدنيا كلها تؤمن هذا الكلام إلى يومنا هذا يجادل به أهل الشبه وأهل الإلحاد في الزمن ذلك والرد على كلامهم وشبههم هذه كاملة موجودة في القرآن فيقول الله سبحانه وتعالى ردا على شبهة أن الله سبحانه وتعالى ليش ما يرسل لنا ملك ليش ما يرسل لنا ملك من الملائكة يخاطبنا ويعلمنا بالله سبحانه وتعالى يعلمنا الدين فيقول الله سبحانه وتعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا يعني لو أرسلنا ملك من الملائكة لكم لخليناه على هيئة رجل لأن ما حد يقدر يشوف الملائكة على هيئتهم الملائكة خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور ولا أي أحد على وجه الأرض يقدر يشوف الملائكة على هيئتهم ولا لبسنا عليهم ما يلبسون وإذا نزلهم على هيئة رجل الوضع ما بيتغير بيكذبون وإذا كان الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن ما نقدر نشوف الملائكة فكيف لك بالله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار هذا الله سبحانه وتعالى ما حد يقدر يشوفه حتى موسى عليه السلام يوم كان يبغى يشوف الله سبحانه وتعالى ما استطاع وعلمها الله سبحانه وتعالى أنه لا يستطيع حتى أن الله سبحانه وتعالى تجلى للجبل فانهد الجبل كامل انهد أمام عيون موسى عليه السلام فشبه الملحدين هذه مهي شي جديد قالوها قوم عاد وغيرة من الأقوام اللي عذبهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا ولهم عذاب أليم في الآخر فالله سبحانه وتعالى يعلمنا أن ما راح نقدر نشوف الملائك وأن كلام عاد هذا كلام فاضح ولو أن الله سبحانه وتعالى أرسل ملك من الملائكة بيرسله على هيئة رجل وبيكررون نفس كلامهم اللي يكررونه في كل مرة بس ما معهم كلام يقدرون يقولونه ويقنعونها ذول العوام المساكين غير هذا الكلام وباش أربط لكم كيف تطيعونه بس العوام لا زالوا في شك ما يعرفون من يصدقون يصدقون سادتهم والناس اللي عندهم فلوس ولا يصدقون هوت فقامت هذه الفئة وراحت لهوت وجيهم مليانة بالغضب زعلانين من أن في ناس بدأوا يصدقونه يعني وقالوا لي يا هود اسمك أجئتنا لتأفيكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين أنت جاي تخرب علينا العبادة وما كان علي أباءنا وأجتادنا وجالس تتوعدنا بالعداب وجالس تدعي أمامنا الله سبحانه وتعالى أنه ينصر تيب العذاب حقك هذا اللي قاعد تقول أثبت لهذول المساكين اللي يتبعونك يعني ولا بدوا يصدقونك من باب التحدي جالسين ينظرون كده والعوام مساكين وراهم جالسين يعني متشتتين مع من يكونون فقال لهم هود عليه السلام إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلوا كل الأمر هذا بيد الله سبحانه وتعالى أنا ما بيدي شيء غير أني أجلس أناظر فيكم وأنتظر في يوم زاد الجفاف في الأرض وبدت المحاصيل تموت وبدت الآبار شيء فشيء تجف تجمعوا مع بعضهم وقالوا اسمعوا ترى الموضوع زي كده بيكون خطير جدا ولو متنا بهذه الطريقة الحقيقة بيكون الأمر جدا بئيس بيكون منظرنا قدام العوام يعني ما أدريش أقول لك يعني حتى خبرنا بين المجتمعات عاد ماتت بهذه الطريقة جفاف فنبغى من بكرة نشد حيلنا عند الأصنام فلا بدنا نعظم شركاء الله عسى الله سبحانه وتعالى يشوف منا يعني إخلاص لشركاء وفعلا جلسوا يبتهلون الأصنامهم ثلاثة سنين والأمر كل مرة يزيد سوء ولا نزل عليهم قطرة من السماء كل يوم الشمس تسقعهم صقع فجفت الآبار وبدت تمتلي الآبار وصخ وتراب وصارت غير قابلة حتى للشر ويوم وصلوا لهذه المرحلة بدوا يرفعون يديهم لله سبحانه وتعالى ويدعونا بلا شركاء بلا أصنام بلا كلام فاضح طالع الإخلاص يوم منهم شافوا الموت فكانوا فعلا أهل الشرك والكفر في ذاك الزمان إذا اشتد عليهم الأمر وحسوا أن ما في سبيل دعوا الله وحد ونسوا أصنامهم بس إذا نجاهم الله سبحانه وتعالى من الموت رجعوا للأصنام هذه يعبدونها ويحمدونها على أنها نجتهم أعوذوا بالله بس أقل شيء كانوا يعرفون الله سبحانه وتعالى ويدعونا وما وصلوا للمرحلة اللي وصلنا لها الآن يقول محمد بن السحاق في هذا الجزء من قصة عهد إنهم يوم شافوا الموت من الجفاف بدوا يبحثون عن مكان يستجيب الله سبحانه وتعالى الدعوة عندهم قالوا ما معنا إلا ندعو الله سبحانه وتعالى عند بيتها اللي هي الكعبة وهي معروف مكانها في ذاك الزمان بس ما كان باقي من الكعبة إلا قواعد فقط بسبب الطوفان العظيم اللي حصل على الأرض تحدمت الكعبة وقد ذكرنا هذا الشي قبل كده وكان في سكان عند الكعبة ترى كان قبيلة كاملة عند الكعبة يسكنوا كان اسمهم العماليق وكان بين قبيلة العماليق وعاد علاقة قوية كانوا يتزوجون من بعض ويعني يتزاورون وكان بينهم العلاقة شديدة جدا فجهزت عاد حوالي سبعين شخص وأرسلتهم للكعبة عشان يدعون الله سبحانه وتعالى عند الكعبة لأنهم يعرفون بأن من دعا عند الكعبة الله سبحانه وتعالى يستجيب له طالع التوحيد ما شاء الله تبارك الله العقيد السليم وفعلا جهزوا لهم سبعين شخص وقروا لهم يلا توكلوا على الله وروحوا عند الكعبة واستسقوا الله سبحانه وتعالى عند هذه القواعد فالله سبحانه وتعالى يستجيب عندها في يوم وصلوا للكعبة ووقفوا عند قواعدها وكانت مدفونة تحت تربة حمراء وجلسوا ويدعون الله سبحانه وتعالى حتى تكونت أمامهم ثلاثة غيوب وهم يدعون يشوفونها جالسة تتكون في السماء تكونت حتى صارت سحب كبيرة جدا بس كانت ألوانها مختلفة كان في سحابة بيضاء وسحابة سوداء وسحابة حمراء فيقال إلا بمنادي من السماء يناديهم ينادي السبعين هذا ولا وهذا المنادي يخيرهم بين هذه الثلاثة السحب وما يختارون من الثلاثة السحب هذه إلا سحابة واحد فقال سيدهم سيد السبعين في هذا الوقت قال السحابة السوداء فإن السحابة السوداء أكثر السحب ماء دائما السحب السوداء تكون مليانة بالماء بس المنادي ناداه من السماء فقال اخترت رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحد في الصدمة والسبعين هذولة وخافوا وخوفوا شديدة وقرروا أنهم ما يرجعون ويجلسون في مكة فيقول محمد بن إسحاق أن هذولة السبعين من نسلهم عاد ثاني ولهم قصة عجيبة حتىهم والله أعلم عن صحة القصة اللي ذكرت لكم إياها هذه ما وجدت الهسنة فساق الله سبحانه وتعالى السحابة السوداء هذه حتى خرجت على عاد من وادي اسمها المغيث وواضح أن الوادي هذا سموه بالمغيث لأن دائما السحاب الممطر يجيهم من هذاك الوادي في يوم شافوه يقول الله سبحانه وتعالى عنهم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطيرنا اختفاخر وانشرح صدورهم وحسوا بالكبر وشافوا أن هود يعني خلاص انتصرنا علىه بس هود في منظر غريب أخذ المؤمنين وهجروا قومه وقيل بأنهم تخبوا في حضيرة القوم يناظرون يعني مستغربين يعني ويش؟ قالوا أكيد أنه زعلان يعني ولا في القوم كلهم كانوا فرحانين إلا إمرأة واحدة في يذكر محمد بن إسحاق أن حرم من حريمهم يوم شافة السحاب هذا سقطت على الأرض وأغمي عليها قاموا يصحونا ويشربونا موية ويسألونا إش فيك أنت إش اللي شفتي يخوفك للدرجة هاته قالت رأيت رؤية فسألوها الشفتي قالت شفتي ريح قوية جدا فيها شهب نارية وأمامها رجال يقودونها فيقول الله سبحانه وتعالى بل هو ما استعجلتم بريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربي فجاءت فعلا هذه السحابة بنار وحجارة ورياح أخذتهم في السماء حتى صاروا الناس يصيحون كأنهم فوق الجبال يعني لهم صدع فجلست عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوم يعني بدت النهار وانتهت في النهار فيقول الله سبحانه وتعالى عن أول صباح بعد العذاب فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرد في يوم خرج هود عليه السلام والمؤمنين شافوا أجساد القوم بلا رؤوس من شدة الرياح شلت رؤوسهم حدا وصارت أجسادهم نشبة في الأرض مغرزة في الأرض تخير قد دخلت نص أجسادهم تحت التراب من قوة الهواء فيقال بأن كان الريح يشلهم في السماء ويقلبهم على رؤوسهم فيقول الله سبحانه وتعالى فترى القوم فيها صرعة كأنهم أعجاز نخل خاوية الله أكبر ويقول الله سبحانه وتعالى تنزع الناس كأنها أعجاز نخل منقعر منظر بخيف يا أخي تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى غيم أو ريح عرف ذلك في وجهه تتغير ملامح النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه خايف تقول في يوم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء فقلت يا رسول الله أرى الناس إذا رأوا الغيم فرح رجاء أن يكون فيه مطر وأراك إذا رأيتها وعرفت في وجهك الكراهية فرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عائشة ما يؤمنوني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطيرنا لهم قوم عاد فدمر الله سبحانه وتعالى قوم عاد وما بقي منهم إلا السبعين اللي بقيوا عند الكعب جلسوا مع العماليقة واللي استقروا هناك بين الحجاز وتبوك وصار من نسل السبعين هذولة قبيلة كاملة يقال لها قبيلة ثمود واللي راح نقص قصتهم بإذن الله كلنا تعلمنا أن كل ما رجعنا في الزمان بنلاقي بشر أقل علم منا وتطور اللي نوصل لعصر سموه بالعصر الحجري من كثر ما أن البشر في ذاك الزمان متخلفين وقاللين علم وأن الحضارة اللي وصلنا لها الآن هي أعظم حضارة مرت على البشرية كاملة وقلنا حن كلنا من أشد منا قوات هن الأعظم تطور والأعظم قوات في تاريخ البشرية كاملة بس هذا الكلام كله خطأ فكل ما رجعنا في الزمان بنلاقي أن فيها أقوام كان عندهم تطور مثل تطورنا بل أعظم منا وأفضل حتى وأن العلم اللي عندنا هذا هو شيء بسيط فقط من بقايا علمهم الباعد والله أعلم أن التطور اللي حنا فيه هو شيء بسيط من علمهم السابق وما باقي من علمهم إلا آثار نشوفها بعيوننا الآن وصلنا فيناها إنها من العجلة لأن ما لقينا لها تفسير أو إن ما عندنا العلم اللي كان عندهم في الأصل يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا لنبيه محمد وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما أتيناه فكذبوا رسولي فكيف كان نكير يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه حذب أقوام من قبس هذه الأقوام كانوا متقدمين بعشرات الأضعاف في العلم والحضارة وما بلغوا معشار ما أتيناه وفي آية ثانية يقول الله سبحانه وتعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبله كانوا أشد منهم قوة وكانوا حتى متقدمين في الحضارة ومتقدمين في العلم ومو فقط جسديا ومو بس هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى في آية ثانية أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبله كانوهم أشد منهم قوة وأثارا في الأرض فإلى الآن العلماء ما قدروا يلقون تفسير واضح لصمود بناؤهم لألاف السنين وما تأثرت ولن هدمت من عوامل التعريف حلنا نتكلم مو بس عن مئة ومئتين سنة نتكلم عن ألاف السنين وبناؤهم هذا كامل ما كان فيها أسيخ حديد يمسك هذا البناء زي في زمننا الحال فلو تجي في زمننا هذا أقوى خلطة سمنت في العالم كامل البناء ما رح يثبت ولا رح يتحمل إلا بوجود أسياخ حديد بوسطها في انصدموا العلماء يمشافوا إن بناؤهم من دون أسياخ حديد وإن كان عندهم خلطات خاصة فيهم وعلمهم موجود عندنا يجالسوا يتفكرون في أن هذا السمنت أو هذا الخلطة اللي كانت عندهم مكفت آلاف السنين أنت اللي تخلي مبنى عشر سنوات الحين اللي تدف بصبع كمكين يطيح حتى من قوتنا متهالك وهذه عشر سنين كيف لك بآلاف السنين مرت على المباني حتى في يوم ما لقيتوا تفسير لهذا كله صنفوها من عجائب الدنيا وحتى بحضارتنا هذه ما قدرنا نقلدهم أصلا في البناء ولن نكتشف شيء من علمهم طيب ليش هذه المقدمة كاملة وش اللي أبغى أصلى اللي أبغى أصلى إن حضارتنا هذه والتطور اللي حنا فيه مو بشي جديد بل كان في تطور سابق أحسن وأعظم منها وإن التطور اللي جالس نعيشه هو بقايا بسيطة فقط من علمهم السابقة فكانت عندهم مصانع زي ما ذكرنا في الحلقة الماضية وكان عندهم أبراج من دون السياق بخلطة عجيبة وبهندسة عجيبة جدا وكان عندهم قصور ومباني إلى درجة أنهم نحتوا الجبال بشكل هندسي وعجيب ومتنع وصنعوا منها بيوت يعيشون فيها للرفاهية فقط فيقول الله سبحانه وتعالى عن هذول القوم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فكان نحتهم للجبال هو فقط للرفاهية تخيل معي التطور والحضارة اللي كانوا يعيشونها في ذاك الزمن والعجيب أن هذول القوم اللي نحتوا الجبال كانوا يعيشون في جزيرة العرب بس بين غابات كبيرة وبين أنهار وجنات وهذا الشيء مو معروف عن جزيرة العرب الآن لأن جزيرة العرب الآن معروفة بأن أغلبها صحر وهذا الدليل أنها كانت جنات في السابقة وهذا اللي قالها لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً فيه تعود لأنها كانت من قبل مروج وأنهاراً فكان في أقوام أبادهم الله سبحانه وتعالى لأنهم كفوا ومنهم القوم اللي راح نحكي قصتهم اليوم أولاً إذا ما شفت قصة قوم عاد أتمنى أنك ترجع تشوف عشان بين قصتنا اليوم وقصة قوم عاد رابطة قوية جداً حتى إن قصة قوم اليوم يسمون بعاد الثاني أهل السير سموهم بهذا الإسماء ومن أهم الأشياء اللي ذكرناها في قصة قوم عاد أن في سبعين رجل راحوا يستقون لقومهم عند الكعبة بعدما أصابهم جفاف شديد جداً فدعوا الله سبحانه وتعالى عند الكعبة فتكونت لهم ثلاثة سحابة سوداء وسحابة حمراء وسحابة بيضاء فناداهم منادي من السماء يخيرهم بين الثلاثة سحاباتهم في طبيعي السبعين هذولة اختاروا السحابة السوداء لأن أكثر السحب كان هذا في اعتقادهم في ذاك الوقت فناداهم المنادي بأن السحابة اللي اخترتوها هذه إنما هي عذاب على قومهم فخافوا السبعين هذولة خوف شديد وبقيوا في مكة وما رجعوا لقومهم مكثوا في مكة حتى حصل لقومهم ما حصل أما الشيء الثاني اللي لاسم نعرفه أن في شياطين من الإنس كما إن في شياطين من الجهن شياطين للإنس هذولة الله سبحانه وتعالى خلقهم لنار جهن يحني باختصار يملون نار جهن ففي الحديث الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي فقال قائل يا رسول الله فعلى ماذا نعم قال على مواقع القتل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يا عائشة إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب أبان وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب أبان فشرح النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار وهذا أمر غيبي عند الله سبحانه وتعالى لا يعلم فيها لكن حنا ما نعرف وما يمدينا نمشي في الشارع ونقول أنت شيطان من الإنس أنت مصيرك نار جهنم لأن هذا الأمر لا يملك إلا الله سبحانه وتعالى أتبعطيكم مثال سريح لشيطان من شياطين الإنس واللي هو أبو جه في يوم إلى الأيام حلف أبو جه البلات والعزة إنه لو يشوف النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية ساجد إنه لا يطع على رأس النبي صلى الله عليه وسلم كانت نية خبيث فأغلض عليه النبي صلى الله عليه وسلم وغطف قال أبو جهل يا محمد أنت تتوقع أنك تخوفني محمد يخوف أبو جهل أنت ما تدري أني لو صرخت الحين صرخة واحدة بتلقى قريش كلها صف وراي أنا أكثر الوادي نديع عندي رجال وراي رجال لكن الرد جاه من الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة هذا كلام الله سبحانه وتعالى عن أبو جهل يقول الله سبحانه وتعالى فليدعو ناديا سندعو الزبانية جب فزعتك يا أبو جهل أنت ما تقول أنك أكثر أهل الوادي فزعة فليدعو ناديا سندعو الزبانية اللي هم ملائكة العذاب فخاطب الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بعدها وقال كلا لا تطعه واسجد واقترب ففعلا في يوم إلى الأيام أبو جهل كان ماشي وشاف النبي صلى الله عليه وسلم ساجد فنادى فزعته وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يطع على رأسه إلا بأبو جهل ينظر وهو مصد ويبدأ يتراجع خطوة وراءه تراجع إلا بالقوم يقولون أبو جهل شفيك وكان أبو جهل ضخم قاعد يقولون أنت ضخام تكذي كلها وقاعدت تراجع كذا من محمد وهو ساجد قال لا ما شفت اللي شفت أنا إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا في شيء يبغى أبو جهل برهان أكثر من كذا بأن محمد صلى الله عليه وسلم انفتح لخندق من نار أمام عيونه لم يره إلا هو ومع ذلك كذب وجلس على كفرة وعلى شركة بالله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى أراد وكذلك أبو لهب من شياطين الإنس ومن أكبرهم حتى حتى إنه نزلت فيه سورة في حياته يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة إنه من أهل النار وإنه بيموت على كفرة وبيكون مصير النار جهة كان بإمكانه يوقف أبو الهب يقول أنا آمنت أنا آمنت بالله خلاص رسالتك الحين ما لا داعي وهو نزلت سورة تقول أني أنا بكون في النار ها أنا مؤمن فيك الحين هل بكون أنا برضه في النار خدمت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن فعلا لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى وبقي على كفرة ومات على كفر فأصبحت فعلة أبو لهب هذه براهين على صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم سعرفت منهم شياطين الإنس شياطين الإنس لن يؤمنوا حتى لو أتاهم الله سبحانه وتعالى علم الغيب ورأوا أماكنهم في نار جهنة لن يؤمنوا في مشيئتنا كلنا مربوطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى وما تشاؤون إلا أن يشاء الله فهذولة لو عاشوا ملايين السنين لن يعملوا إلا بعمل أهل النار أما الشيء الثالث والأخير أن النساء بإمكانهم يكونون أشد شر من شياطين الإنس وإن بإمكان إمرأة وحدة تسوي شغل شياطين كثير من شياطين الإنس وشياطين الجن النساء هم أول فتنة بني إسرائيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركتوا بعدي فتنة أضروا على الرجال من النساء فهم عندهم قوة مهمة موجودة عندنا حنيرج وبإمكان إمرأة وحدة تسوي عمل كبير جدا وتغير تغيير كبير في البجتمع واللي راح يتبين لنا في قصة اليوم طبعا قوم عاد كانوا هم القوة العظمى بعد الطفل وكانت دولتهم هي المسيطرة على الأرض كاملة فالله سبحانه وتعالى خيارهما بين الكفر والإيمان بعد ما أرسل لهم هود عليه السلام فاختاروا الكفر على الإيمان فكفروا بالله سبحانه وتعالى وتحدوا فأهلكهم الله فبعد ما أهلكهم الله سبحانه وتعالى وما بقي منهم إلا هود والمؤمنين اللي معاهم يوم تخبوا داخل الحضيرة ذكرنا قصتهم قبل كده وكان برضو فيه السبعين رجل اللي كانوا في مكة وهم السبعين اللي استسقوا لقومهم عند الكعبة بعد ما شافوا هول المصيب اللي حصلت لقومهم آمنوا بالله وبرسوله هود فأصبحوا من المؤمنين واستقروا في منطقة ما بين الحجاز وتبقى واسم هذه المنطقة الحجر استقروا هناك لمدة سنين طويلة وبدوا شيء في شيء يبنون إمبراطورية عظيمة جدا في هذه المنطقة فبعد سنين طويلة أصبحت الحجر هي القوة العظمى في العالم كامل أصبحت مليانة بالحضارة فورثوا من قوم عاد العلوم اللي كانت عندهم يعني كان عندهم الآلات والعلوم اللي كانت عند قومهم من قبل ورثوها يعني وكان عندهم تطور عجيب جدا فتذكرون كيف أن عاد كانت عندهم مصانع للخلود وقصور وأبراج صار حتى ثمود عندهم تطور عجيب جدا فكانت هذه المنطقة عبارة عن أودية وسهول وجبال الأودية هذه والسهول كانت مليانة بالقصور قصور فارهة وأبراج وأشياء عجيبة جدا كانت مليانة تطور حتى أشياء ما يمديك حتى تتخيلها أنت وكان فوق هذا كله ينحتون الجبال بيوت إذ نحتوها كاملة وجعلوا فيها بيوت يسكنون فيها صارت منطقتين منطقة في الجبال ومنطقة في السهول فالله سبحانه وتعالى يذكر في وصفهم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عهد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصور وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعتوا في الأرض مفسدين فمن هم هذول القوم؟ هذول القوم هم قوم ثمود وسموا بقوم ثمود نسبة لجدهم ثمود والله سبحانه وتعالى جعلهم خلفاء من بعد قوم عهد وزي ما عرفنا أن قوم عهد كانوا القوة العظمى في ذاك الزمان فكان عندهم قوة عظيمة جدا وكانوا جبارين في الأرض فالله سبحانه وتعالى استخلفهم في الأرض من بعد قوم عهد فأصبحت تموته القوة العظمى وقال الله سبحانه وتعالى تتخذون من سهولها قصورة فكانت السهول والأودية عندهم قصورة وتنحتون الجبال بيوتا فالله أعلم إشه الآلات اللي كانوا يستخدمونها عشان ينحتون هذه الجبال فكان عندهم قوة وتطور عجيب جدا إلى درجة أنهم صاروا ينحتون الجبال بيوت ويسكنون بداخلها ويقول الله سبحانه وتعالى في آية ثانية يعني ما كان عندهم ضرورة أنهم ينحتون الجبال بيوت كانت فقط رفاحية ما في أحد ينحت لك الجبل وبيتعب هذا التعب كامل عشان يترفع فأكيد أنه كان في آلات وتطور عجيب عندنا وفوق ذاك كله كان عندهم مساكن ثانية يعني كان عندهم قصور مو أي شيء والقصور هذه كانت في السهول طب ليش عندهم مسكنين ليش عندهم بيوت في الجبال وقصور في السهولة وفقط للرفاحية يعني ما تودهم يسكنون الجبال أو يسكنون السهولة رفاحية فقط ويقال بأنهم كانوا يسكنون الجبال أيام الصحي إذا جاء الحر عليهم طلعوا الجبال وسكنوا في بيوتهم الفارهة في الجبال أما إذا جاء الشتاء نزلوا في السهول هذه تدفوا يجلسون في هذه القصور الفارهة والخدم والجنات وكان عندهم جنات وأنهار وعيون كان عندهم جنات عجيبة جدا حتى إلى درجة أنه كانت الأنهار تجري من تحتها لك أن تتخيل قديش الحضارة اللي وصلوا أما مشكلتهم في السنة كاملة أن الثمار تتراكم عليهم من الخير يعني يقول الله سبحانه وتعالى فيهم في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وهضيم يعني متراكم وكثير شفت النعمة هذه كلها أجسام وقوة وتطور وأنهار من تحتهم تجري فواكه متراكمة يا رجل ما في أحد يجو عندهم هذا كلها أعطتهم قوة اقتصادية وسياسية وفعلا أصبحوا قوم ثمودهم القوة العظمى في ذاك الزمان من بعد قومها وصار زمام كل الدول بيدهم فقال الله سبحانه وتعالى واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عام طبعا في هذاك الوقت كانت تمود في أعلى حالاتها من ناحية الأنعام والخير اللي كان عندهم فكانوا يعيشون في أفضل حالاتهم أرين ظهر فيهم شياطين الإنس فقاموا يحرضون على الكفر بالنعمة والظلم والبطش في الأرض وأخذ أموال الناس بالباطن قوموا استعمروا الأرض خذوا ثروات الناس وكل اللي تبعون وسووا اللي تبعون من أشد منكم أنتم أحرار ما في أحد بيقدر يوقف في طريقكم ليش أنتم خايفين وهذا فعلا اللي حصل فبعد فترة من الإقناع صارت ثمود فعلا تبطش وتظلم وتتجبر في الأرض تأكل أموال الناس بالباطل وتأخذ ثروات الدول الباقية المجاورة فقط لأنهم يقدرون وسبحان الله زي ما قلنا الحلقة الماضية الظالمين في الأرض نهاية طريقهم البعد عن الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يتركهم لأنفسهم وشياطين فيتمادون في الظلم حتى ينحرفون عن الحق وهذا اللي حصل جيل وراجيل أصبح الثمود من قوم يوحدون الله سبحانه وتعالى إلى أكثر الأقوام الشرك وعبادة للأصناع كفروا بالله سبحانه وتعالى وكفروا بالآخرة وعبدوا الأصناع وصاروا مثلهم مثل قومهم قومهم فمثل ما صار لعاد بعد ظلمهم وبطشهم صار لأحفادهم من ثمود كل هذا بعد محاولات كثيرة جدا لتفكيك العقيدة وتفكيك المجتمع كامل ففعلا بدأوا قوم ثمود شيء فشيء ينسون الإسلام وينحرفون عن الحق حتى جاء جيل ظالم وظال نسوا بينهم الإيمان وتماما وصار الأصل عندهم عبادة الأصناع والشرك بالله سبحانه وتعالى وكلها بسبب شياطين الإس فبعت الله سبحانه وتعالى لهم رجل منهم وهذا الرجل له كلمة فيه ورجل ذو نسب وكانوا يحبون حب شديد جدا ويسمعون كلامه بشكل أهمى من حبهم فيه اختارها الله سبحانه وتعالى ليحمل هذه الرسالة العظيمة الرسالة التوحيد رسالة باقي الأنبياء كلها كان اسم هذا النبي هو صالح بن عبيد عليه السلام وكان صالح عليه السلام رجل مسموع الكلمة فيه فإذا كانوا يبغوا مشورة يتوجهون لصالح يشاورون في الأمر وصالح عليه السلام ما كان يسكن الحجر نفسها ما كان يسكن مدينتهم كان يسكن في ضواحي هذه المدينة والله أعلم إش السبب لكن ما كان يسكن في نفس المدينة كان فيه كل مرة يجي للمدينة ويجلس مع سادة القومة يستشيرون ويسألون عن أمور الدولة والله أعلم بسبب أن صالح عليه السلام كان دون سبب وكان له قوم وعشيرة يحمون إحيان كان عنده ظهور الرجال وراه فبعد ما بعثها الله سبحانه وتعالى وأنزل عليه الوحي والرسالة وحمل هذه الأمانة العظيمة كان لابد لصالح عليه السلام أن يقف أمامهم ويقف أمام الدولة هذه كاملة ويخالفهم في كل معتقد يعتقدهم ما كانت قرية بسيطة كانت دولة عظمى كانت تتحكم في الدول ففي يوم من الأيام تجمع وسادة القوم في قصر من القصول عشان يتشاورون في أمر الدولة وكان معهم صالح عليه السلام فأخبرهم صالح عليه السلام بأنها أصبح نبي وأن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه رسالته فاستنكروا القوم كلامه وقالوا طيب وشي رسالتك عنه فقال لهم صالح عليه السلام يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أنتم أصحاب القوى العظمى أنتم الناس اللي تتحكموا في كل شيء في الأرض فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجي استغفروا الله من كل هذه الأمور اللي قاعدين تسوونا عبادة الأصنام هذه والظلم والبطش في الأرض إن الله قريب مجي فناظروا القوم وجيهم ما هي فرحانة بالموضوع فقالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا كنت فينا شخص نرجع له في الأمور القوية كنا نحبك والجميع يحبك ويأخذ برأيك أتنهانا أن نعبد ما يعبدوا آباؤنا وإننا لا في شك مما تدعونا إليه مريم إيش الكلام اللي جالست جيبة هذا أنا صارت نبي وأعبدوا الله ما لكم من إله غيره تبغانا نترك أصنامنا أصنامنا هذه اللي أبوي وجدي وجد جدي عبدوها تبغانا حنا نتركها ووضعك مو عاجبنا يا صالح ارجع زي ما كنت تكفى وبدوا يحاولون يقنعون صالح عليه السلام بأن الأصنام هذه يحصل لها من الخوارق والأشياء وأنها تشفي وتعطي وترزو ويجيبون أدلة عقلية يحاولون يعني يحاججون صالح في المسألة بأن هذه الأصنام تراحي أكبر مما تتخيل وكلها لعب الشياطين عليها شياطين الإنس وشياطين الجن فحاول صالح يقنعهم بجميع الوسائل وجاب لهم أدلة عقلية وحاولي ينظرهم يعني في المسألة فزعلوا وغضبوا وقالوا يا صالح أن شكلك تبغى الملك أنت تبغى تملك الناس بما أن الناس تحبك والناس تسمع رأيك فطمعت بالملك وقلت خليني أجيب فكرة من رأسي فقال لهم يا قومي رأيتم إن كنت على بيينتي من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن أصيته تبغوني أترك أمر الله لشهواتكم بعدين افرضوا لكلامي هذا صحيح وش عذركم أمام الله سبحانه وتعالى افردوا أني أنا مرسول من الله سبحانه وتعالى إش بتقولون لله سبحانه وتعالى وantم أمامنا أنتم تطربون أني أوقف دعوتكم لطاعة الله وعبادة لا والله من ينصرني من دون الله إن أصيته فما تزيدونني غير تخزير ما بوقف دعوتي لله سبحانه وتعالى مهما سوي ومن الآن وصاعدا سأبدأ دعوة علنية في المجتمع ورح أدعوهم لعبادة الله سبحانه وتعالى شئتم أم أبيتم أنا لا أخشى إلا الله سبحانه وتعالى ومن بعد آخر صالح عليه السلام فبدأ يدعو الناس دعوة على النيه يدعو الصغير والكبير يدعو بالإيمان به وعبادة الله سبحانه وتعالى وحده إفراده بالعبادة وهذا فعلا اللي حصل فانقسموا القوم إلى قسمه قسم آمن فيه وقسم كفر فأكثر من آمن فيهم الضعفاء والمساكين والفقر أما سادة القوم والناس الأغنياء واللي لهم يد في الدولة هم مسمومين بداء الدنيا وأصبح عشان يؤمن بالله سبحانه وتعالى سيخسر الكثير اجتمعت عليه شياطين الإنس وشياطين الجن من غير فتن الأموال والشهوات فأصبح يعني الإيمان أثقل على قلبه من جبل أحده مسمومين مرضى بس بعد ما أصبحت دعوة صالح عليه السلام ظاهرة ظهروا قوم هم شياطين الإنس أحفاد شياطين الإنس اللي نشروا الكفر في قوم ثمود قاموا ينشرون أخبار تشوه سمعة صالح عليه السلام يشوهون سمعته ويقولون عنه مجنون يقولون عنه مسحور عشان الناس ما تغتنع بكلامه حتى ولو جاب براح وصاروا يلفون على البيت ويحذرون من صالح يقولون انتبهوا تتبعون هذا صالح ترى مريض فبدأوا يطلعون أخبار أن صالح عليه السلام مسحور وإنه ما قعد يقول هذا الكلام من نفسه قاموا بعض سادة القوم اللي تأثروا بهذه الأخبار ورحوا لصالح وقالوا ليا صالح عرفنا ايش بلاك أنت كشفناك يا صالح خلاص عرفنا أنك عرفنا موضوعك قالوا إنما أنت من المسحرين أنت إنسان مسحور يحتاج لك علاج وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين أنت مسحور كذا في نفسه كلامك هذا جلس طلع من رأسك وحرام عليك تدلس على الناس والضعوف البساكين وتعلمهم أكاذيبك تحاول تصرفهم عن عبادة أصنامنا إذا أنت مريض يا صالح روح تعالج حاشا صلى الله عليه وسلم الدوهة أذية قوية جدا بالكلام ما قدروا يأدونها باليد مع أن كانوا شياطين الإنس ودهم لو يطعنون طعن في بطنك فقال لهم ربي أهلم بما تعملوا بس ما كر كلامه ربي أهلم بما تعملوا بعدها قام صلى عليه السلام ولا عد أعطاهم وجه ولا أطاعهم وأطاع الله واستمر في الدعوة مع كل الأذية اللي جالسين يأذون فيها فكان يدعوهم الصيف في جبالهم والشتاء في سهولهم بين قصورهم وخدمهم وشياطين الإنس ودهم يقتلون بأي طريقة بس إنهم خايفين لأنهم يعرفون إنهم لو قتلوا بتقوم حرب أهلية كبيرة ما بيوقفها أحد يعني خايفين من قوم صالح لأنه سيد من سادة القومية وله حصانة جالسوا ويفكرون شياطين الإنس بطريقة يوقفون فيها دعوة صالح لأنه بدوا الناس يدخلون في دين الله بدوا يفكرون يقولون يا ولد كذبناه وسبيناه وناظرناه وفشلنا فيها كلها وكل اللي جالس يصير زاد احترام الناس له بحسن أدبه وبرهانها القوي تذنوا وشي اللي مفروض نسويه وش رايكم منه نطلب من صالح معجزة تعجيزية نختار معجزة مستحيل أحد يسويها في العادة ونطلب من هذه المعجزة باختيارنا حن عشان ما يجي معجزة من رأسه يكون مخطط لها يا لا لا حن نختار المعجزة بنفسنا ونؤمر بإنه يسويها ولا أنت كذاب وبكذا ترتد الناس عن الدين وش رايكم وترجع لعبادة الأصنام وترجع على شهواتنا ورغباتنا حن الخاصة اتفقوا على معجزة معينة وقالوا خلاص نتوجه ونقول هذه المعجزة لهم يقولون المفسرين إنهم أول ما وصلوا لصالح قالوا يا صالح ما أنت إلا بشر ومثلنا الكل شايفك بشر ما أنت ملاك منزل من السماء ولا شيء كيف أنت رسول نفس حجة قوم عادة بس شوف هش الطلبة الحين فأتي بآية إن كنت من الصالح نبغى منك معجزة تثبت لنا بها إن كلامك هذا مو بسحر ولا هرطقة إن كلامك هذا من الله وإنت تقول إن الله سبحانه وتعالى خلقنا من الأرض وهو خالق الأرض ومتحكم فيها صح ولا لا يعني ما لا أصنامنا هذي دخل هذا اللي تقوله يا صالح يا شوف يا صالح شفت هذه الصخرة شايفة هذه اللي بعيدة أنت تقول إن الله خلقها صح وما لا أصنامنا أي دخل في المسألة هيا نبغى من ربك اللي خلق هذه الصخرة إنه يخرج لنا من هذه الصخرة ناقة ضخمة حامل في الشهر العاشر هيا شوف بالله يعني التعجيز يحاولون يعجزونه بأي شكل من الأشكل واختاروا حتى شهر معين قالوا شهر عاشر ترى إذا ما شهر عاشر إيش بصير ترى بنكفر فيك ما أحد هنا بيؤمن فيك لازم تكون ناقة وضخمة وحامل في الشهر العاشر وهذا يبين لك إن كانت نيتهم أصلا تشويه سمعة وتعجيز أمام العوامة ومهو إيمان ويبغون أي شيء يتمسكون فيه بالكفر وعلى شهواتهم اللي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى فقال لهم صالح عليه السلام أرأيتم إن أجبتكم على ما سألتم على الوجه الذي طلبتم أتؤمنون بما جئتكم به وتصدقونني فيما أرسلت به قالوا نعم أي أكيد بنصدقك ناقة وحوضخمة وحامل في الشهر العاشر تبه ليش ما نصدق أكيد بنصدق فقام صالح عليه السلام وأخذ العهد من كل واحد فيه إنهم إذا شافوا هذه الآية إنهم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى مباشرة في يوم أخذ العهد منهم جميعا قام نبي الله صالح أمام الجميع قام وتوضأ وصلى ركعتين لله سبحانه وتعالى وبدأ في الدعاء جال سيدعي الله سبحانه وتعالى إنه يخرج من هذه الصخرة ناقة نبي الله صالح عليه السلام يدعو الله سبحانه وتعالى إلا بالصخرة هذه تطلع منها أصوات تطلع منها أصوات من الداخل بدأوا الناس يسمعون أصوات من داخل هذه الصخرة أصوات طاقطقة وأصوات غريبة من داخل هذه الصخرة فجأة إلا بالصخرة هذه بدأت تتشقق شققت أمام الناس والصوت هذا بدأ يرتفع والناس جالسة يعني تركز وش اللي قاعد يصير إلا بالصخرة تتشقق أمام عيونهم حتى انقسمت نصين إلا بناقة أمام عيونهم يشوفونها ناقة ضخمة جدا وفعلا هذه الناقة حامل بالشهر العجر مثل ما طلب ويقال بأن كان لها سنام ضخم جدا وكانت هذه الناقة كبيرة جدا لدرجة أن البشر وقوم تموت عندها صغار وخافوا وخوف شديد وقاموا يدخلون في دين الله مجموعات كبيرة خلاص هذا برهان أمام عيونهم مثل ما طلبتهم حتى أنهم أصبحوا طوابير وهذا الشيء أغضب شياطين الأنس خاصة تسعة أشخاص منهم واللي يقال بأنهم هم سادة شياطين الأنس كانوا هم اللي يؤمرون وينهون فقال الله سبحانه وتعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون اللي هم التسعة هذول اللي هم سادة شياطين الأنس وكانوا هذول التسعة يتراكضون عند الناس تخيل أمام في المنظر هذا يتراكضون عند الناس ويمنعونهم عن الإيمان يجيبون أي براهين من روسهم كده على أنكم لا تؤمنون وكانوا مركزين على سادة القوم لأن لهم أتباع فإذا اغتنع هذا السيد فلها أتباع بيسمعون له وبيتتبعونه حتى لو بيرمي نفسه في النار فحاولوا بيشت البسائل حاولوا أنهم يبقون اللي يقدرون من ثمود على الشرف وفعل النجاح هو فكان مجموعة كبيرة من ثمود ما أسلمت وبقيت على الكفر معها إنها المعجزة أمام عيونه معجزة تمشية فيقول الله سبحانه وتعالى عن إيمانهم بالناقة فظلموا بها يعني كفروا بالمعجزة حادي معجزة أمام عيونكم وكفرتم بها والمشكلة أنكم أنتم اللي طالحها وجات بأوصافكم أن تشوف فعلا فإنها لا تعمل أبصاد ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ففعلا شياطين الإنس أنا أشوفهم أخطر من شياطين الجن وأنا والله متعجب من صبر الأنبياء يا أخي أنت تقول سالف الأخوياك ما يصدقونك تتنوم يومي بعدها ألمهم إنهم كفر فقال لهم صالح عليه السلام بكل هدو ويا قومي هذه ناقة الله لكم آية فخلاص هذه المعجزة بين يديكم تشوفونها كل يوم يقول صالح لهم فذروها تأكلوا في أرض الله حلوها تأكل حيث شاءت لا حد يوقفها حتى لو بتأكل من حلالك أنت وحتى لو بتشرب من مياهك أنت ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب ولا أحد يفكر إنها يمسها بسوء تأكل من حيث شاءت ولا أحد يمسها بسوء أبدا وإذا مسيتوها بسوء فأبشروا بالعذاب القريب صارت الناقة الحين فتنة لهم أصبحت هذه الناقة الكبيرة تأكل من هذه الجنات متى ما تبغى ووقت ما تبغى فيقول الله سبحانه وتعالى إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم فارتقي بهم واصطبر فأمر الله سبحانه وتعالى صالح عليه السلام وقال لهم ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر يعني في تقسيم بينكم وبين هذه الناقة بتأكل وبتشرب برضو ومن أكلكم وشربكم وفي قسمة الله سبحانه وتعالى بيقول لهم فأخبرهم الله سبحانه وتعالى هذه التقسيمة فقال لهم قال هذه ناقة لها شربون ولكم شربوا يومي معلومة يعني كل واحد منكم له يوم كانت هذه الناقة لها يوم كامل تشرب فيه ما حد يشرب معها والله أعلم أنها تحتاج الماء كامل أما اليوم اللي بعده فمسموح لهم يشربون يعني صار فيه تشريح من الله سبحانه وتعالى لهم اليوم اللي تشرب فيه هذه الناقة حرام عليكم تشربون معها أما اليوم اللي بعده فمسموح لكم تشربون استقوا قد ما تقدرون في اليوم الثاني أما في اليوم اللي تشرب فيه الناقة في الآن أما بالنسبة للأكل فيه تأكل من أرض الله ولا تمنعها مالك دخل تسكت وتجس طالع ولا تمسها بسوء فكان لبنها يشرب قرى كاملين قبائل كانت ناقة ضخمة لدرجة أن تخيل قبائل كاملة تشرب من لبنها وطبعا وجود الناقة خلى الناس تدخل في دين الله بل تتسابق في الدخول لدين الله سبحانه وتعالى يعني آية من آيات الله تمشي على وجه الأرض وهذا كان يجعل شياطين الإنس يشبون من الداخل عارفين أن هذه الناقة جالس تضيق عليهم دعوتهم للشر وجالس تخرب عليهم الخطة كاملة آية من آيات الله تمشي على وجه الأرض كان وقتها نهاية فصل الصيف وبداية فصل الشتاء فكان في فصل الشتاء ينزلون لقصورها يعني بدل ما يسكنون الجبال يسكنون السهول فيجتمع القوم كالعادة في أحد القصور يتناقشون في مسألة صالح وهذه الآية فكان معهم التسعة هذولة تسعة الرهط المفسدين في الأرض شياطين الإنس فحاولوا ويقنعون سادة القوم بأنهم يقتلون هذه الناقة وخلاص يفتكون من هذه الناقة جالس تأكل من خيرنا وتشرب من مياه وفوق هذا كله أنجبت صغير لها الحين وجالس يأكل من أكلها وممنوع لنا أن نسوي شي فيها وش رايك ومنا نقتلها ونفتك وصالح هذا جاب لنا ناقة جالس تأكل من أكلنا وشربنا شكله يبغي ينتفع من ورانا صالح يأكل نياقة من عندنا بلاش علمهم أنه نبغى نقتلها ونفتك تدرون وش ما هو توعدنا بعذاب وش رايكم نقتلها وإذا قتلناها نقول جيب العذاب إذا كنت صدق رسول وكان صالح من فترة لفترة يجي لقومه ويتطمن على الناقة ويؤمن على يدها الكثير وبعدها يرجع إلى الضواحي الضواحي المدينة تسعة هذولة يفرمون فرم في ذموت يحاولون يقنعونهم بقتل الناقة وكان من بين القوم رجل أحمر البشرة وأسرق العيون وقصير القامة اسمه قدار بن سالف وكان من التسعة هذولة وهو سيد من سادتهم بس كان مشهور قدار هذا بأنه من أشجع القوم اجتمعت الشيطنة على سيادة على شجاع على باطل وكان مع فكرة قتل الناقة بشدة يحاول يقنع القوم بأنهم يقتلون الناقة ويفتكون راح نص أكلنا وشربنا وإذا كان نبي من الأنبياء يجيب عذابه هذا اللي وعدنا به إذا كان من المرسلين فبدأ بعضهم يقتنع بس كان الأغلبية خايفية وكان خوفهم هذا بس من قوم صالح وعشيرة أمون من الله لأن صالح كان دون نسب وكان عنده ظهر كان وراه رجال وخايفين أنها تقوم حالة كان خوفهم من الخلق مو من الخالق حتى ما كانوا يخافون من المؤمنين اللي مع صالح لأن أغلبهم من الضعاف يعني واللي ما لهم كان بس مع ذلك كله سووا تصويت وقالوا بنا أخذ رأي العوام كلهم عشان خلاص ذمتنا تتبر يا أن نقتل الناقة يا أن نخليها تأكل وتشرب إلى الأبد قالوا فكرة طيبة وبدوا فعليا يأخذوا الرأي حتى الأطفال والصغار والنساء الجميع يأخذوا الرأي عشان كذا يطيب خاطرهم لكن شياطين الإنس هذولة كانوا يقنعون العوام بعدين يعطونهم الخيارات فيختارون العكس يعني شوف خطر شياطين الإنس فيقولون لهم ترى إذا قتلناها بنوفر ماء بنوفر أكل وبنوفر شرق بيزيد اقتصادنا بيصير بيصير وبيصير وبيصير في يوم أخذوا آراء الجميع لقوا أن الجميع الأغلبية أجمعوا علاقة لها وجاء وقت التطبيق إلا الكل متراجب خايفي أول شيء من حجم هذه الناقة الكبيرة ثاني شيء من كلام صالح عليه السلام خوفا من العداد وثالث شيء وهو أكثر شيء خوفا من قوم صالح فما حت تجرى ما حت تقدم حتى فبدوا يصيحون على بعض ويشجعون بعض بس برضو ما حت تجرى حتى التسعة الشياطين للإنس هذولة ما حت تجرى منهم ما حت تجرى يتقدم وما حت تقدم إلين دخلوا النساء في الموضوع تذكرون يوم أقول لكم إن النساء ممكن يكونون أشد فتنة من شياطين الإنس والجن نعم يوم تدخلوا النساء بدأت المواضيع تتطور أكثر بدأوا النساء يصيحون ويشجعون هما ويحرضون الرجال وبدأوا يكشفون وجيههم ويظهرون مفاتنهم للرجال عشان يتشجعون ويقتلون هذه الناقة وبعضهم حتى عرضت نفسها للزواج ومهرها راس الناقة ومع تشجيع النساء بدأ الموضوع يتغير عنده وبدأ الرجال اللي تظهر عليهم الشجاعة أكثر بدأ يظهر على الرجال تأثير ما قدروا شياطين الإنس يسوونها بس مع ذلك ما حتى قدم حتى جات امرأة واحدة اسمها عنيزة راحت لأشجع رجل في ثموت واللي هو قدار بن سالف وقالت لها اسمع يا قدار أنت أشجع القوم وأظنك على قتل الناقة قادر إن قتلتها فلك أربع من بناتي اختر منهم انت شاعر أشر وأنا أعطيك فاشتبت الشجاعة في قلب قدار وقال تم ولكن عندي شرط شرطي إنكم تأمنوني إذا قتلت الناقة أمنوني من قوم صالح أنا ماني خايف إلا من قوم صالح فقاموا سادة القوم وقالوا عندك خلاص أنت في وجه يا شيخ رقابنا لك وروح بس ولا تخاف من قوم صالح أنت وقتل الناقة خلصنا منها فعلا أخذ أسلحة معه تقدم على الناقة ناقة ضخمة أمامه ما شيلها في يوم وصل في نص الطريق تردد والتفت للقوم وبدأ يناظر فيهم وكي إنه خائف وهنا بدت النساء تصرخ وتكشف عن مفاتنا من جد ويصرخون بصوت عالي شجعونا خلاص قدار هنا مع ما يبصر الطريق ركبها جني ركبها شجاع خلاص ما عدي يشوف شي يقول الله سبحانه وتعالى فنادوا صاحبهما شجعونا شوف خطر النساء فتنة النساء عظيمة جدا حتى إنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وقال النبي صلى الله عليه وسلم هلكت الرجال حين أطاعت النساء يقول الله سبحانه وتعالى فتعاطى فعق ففعلا تقدم قدار على الناقة ورماها في رجلها فسقطت الناقة فصرخت صرخة قوية تصرخ لولدها عشان يهر فهرب الصغير ولحقها كثير من القوم وقدار أخذ السيف ونحر الناقة وينحر الناقة إلا بثلاثة صرخات قوية جدا من الصغير من قوة الصرخات سمعها صالح عليه السلام فقتلوا حتى الصغير وحطوه جنب أم إلا بصالح عليه السلام بينهما ويناظر بالناقة التي ميتها وصغيرها جنبها ويناظر في القوم فسكت صالح ولا قال شيء وكأن سبحان الله يعلم فصرخوا على صالح وقالوا يا صالح ائتنا بما تعيدنا إن كنت من المرسل جيب عذاب الله إذا كنت أنت صدق رسول بالله يشوف الغضاء كيف إيش رايكم بالله في الغضاء أنا لم أجد الساعة أربع الحين والله يعني أغبى من كده ما طيب الآية هذه كاملة إيش هي أنتوا طلبتوا معجزة وهو جبلكم معجزة بطلبكم أنتوا الحين تقول جيب عذاب الله إذا كنت من المرسل يعني بتصدق بعدها ولا وش فقالوا حنا سوينا اللي نهايتنا عنه والحين ننتظر عذاب الله اللي أنت وعدتنا أنت قلت إن الله بيعدبنا جيب عذاب عذاب الله إذا كنت رسول إذا ما جبت العذاب ترى من أنت رسول ولا رح نؤمن فيك فقال لهم صالح عليه السلام تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب طبعا بعد الكلام ما اللي قال صالح عليه السلام أخذ المؤمنين معه وخرجوا من المدينة كله طوابير كامل وخرجوا من المدينة مرة واحدة وهنا بدأ القوم ينحروا بدأوا يتلاهم وحسوا أنهم جابوا العيد بس التسعة رهضها ذولك كانوا من أشد الناس كفر بيتوا هذه الليلة وهم يخططون في قتل صالح عليه السلام وقالوا ما معنى مفر الحين نخرج من هذه الدوامة ومن السلفة هذه إلا بقتل صالح يقول الله سبحانه وتعالى قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأحلى يعني في ذاك اليوم بالروح ونحاول نغتال صالح وأحلى كله بس شوفوا ركزوا معايا بنغتال بطريقة بحيث أن الناس ما تعرف أن حنا اللي قتلناهم يانفلت عليهم حجر أو نفك عليهم سبع أو نسوي لهم مصيبة سم شيء زي كده بحيث أن نقتلهم نقولهم موحنا أكلها السبع طاح عليه حجر سممناه أكل السم ما أدري أن تشوفوا فتشوا من اللي كان عنده السم بينكم موحنا ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون إذا فكينا عليه السبع وأكله موحنا اللي قتلناه السبع اللي أكل إذا دفينا الصخرة وطاحت عليه الصخرة موحنا اللي قتلناه الصخرة اللي قتلتها إذا حطينا السم في أكله موحنا اللي أكلناه هو اللي أكل السم وقالوا ما معنا مخرج لزكية إذا مات صالح وأهله انتهت السالفة كذا خلاص خرجنا من الدوام اللي قاعدنا يشاهد فأجمعوا أمرهم في الليل وخلاص وخرجوا يقول الله سبحانه وتعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فصحي القوم اليوم الثاني إلا بوجيههم مصفر كل اللي في ثمود وجيههم مصفر فيها صفار وكأن في حاجة غريبة قاعدة صيد فعرفوا القوم بأن هذا دليل على أن العذاب سيحل فيهم بس الشي اللي صدمهم مرة واحدة بأنهم وجدوا تسع رجال طايحين في الأرض وصخور حولهم ووجيههم سودة كلهم ميتين التسع اللي كانوا يخططون في الليل يهم أنهم خرجوا أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم ثلتهم كلهم أهلكتهم فكانوا التسع هذولاك أول من بدأ بهم العذاب فهنا خلاص عرفوا بأن العذاب جايهم لا محل وأن الأمر واقع واقع فأصبحوا اليوم الثاني إلا بوجيههم محمرة فانهاروا نفسيا وعرفوا بأن عذاب الله جاي أما اليوم الثالث فأصبحوا وجيههم سودة وفي هذه اللحظة ما أمسوا إلا بأكفانهم عليهم دخلوا في الأكفان ودخلوا داخل قصورهم عرفوا بأنها خلاص العذاب جاي حتى إن في بعضهم راح وصاعد فوق الجبال ودخل في بيوتهم اللي في الجبال يعني يتخبى في الجبال يعني بيت من الجبل إذا بيحل فيه عذاب يعني فيه أمان أكبر من القصور وكل هذا بس عشان يحتمي من العذاب يعني عارفين بأن عذاب الله جاي في يوم قرب الفجر والجميع مصحصح مهد جهنهم منتظرين العذاب يعرفون إن في يوم الرابع العذاب جاي وما يدرون من وين راح يجيهم العذاب وبأي طريقة راح يجي كلهم كانوا داخل أكفانهم منتظرين عذاب الله سبحانه وتعالى بعضهم في القصور وبعضهم في البيوت في الجبال في يوم أشرقت الشمس إلا بصيحة قوية جدا تفجرت منها قلوبه ومن قوة الصيحة رجفت منها الأرض في يوم رجفت الأرض تدمرت القصور كاملة فيقول الله سبحانه وتعالى يعني مسواه بالأرض ولك إنها كان في حياة هناك في هذا الوقت فما بقي من قصورهم شيء الله سبحانه وتعالى واساها بالأرض وما بقي إلا بيوتهم اللي منحوت في الجبال يقول الله سبحانه وتعالى وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيهَارِهِمْ جَاثِمِينَ طَيْحِينَ على وجهه ومع قوة الرجفة هذه فاختفت كل حضارتهم اللي كانت موجودة فما بقيت إلا بيوتهم اللي منحوتها في الجبال يقول الله سبحانه وتعالى عنها فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيتُمْ بِمَا ظَلَمُ إن في ذلك لآيات لقومي يعلم واللي يعتقد بأنها الحين مدائن صالح واللي قال عنها مدائن صالح في العلا واللي جالس نشوفها الحين في العلا هي فقط البيوت اللي منحوتها في الجبال صخور كاملة حفروها حفصارة بيوت هي اللي باقي فقط من حضارتهم مع أن حضارتهم كانت أعظم من كذا أعظم بكثير وكان في قصور وكان في حضارة بس ما بقي منها كاملة إلا البيوت والله سبحانه وتعالى جعلها آياء لنا يقول الله سبحانه وتعالى وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكني والله سبحانه وتعالى ويخاطبنا والله أعلى منها هي نفسها مدائن صالح لشوفها وأما إيران فهي موجودة لكنها مدفونة تحت التراب والله أعلى هي موجودة تحت الرمال ودمر الله سبحانه وتعالى قصورهم كاملة واسه بالأرض وما بقي إلا بيوتهم اللي منحوتها في الجبال فقط يقول الله سبحانه وتعالى في وصفهم بعد العذاب كأن لم يغنوا فيها ما كأن كان في حضارة قبل كده موجودة تحولت هذه القوة العظمى إلى منطقة لا يوجد فيها بقيت هذه الدولة خاوية يقول الله سبحانه وتعالى ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعد لي ثمود ألين هنا وصلنا لنهاية قصة اليوم أتمنى أن القصة نالت على عجابك ونشوفكم إن شاء الله المقاطع الجائية بإذن الله رح تنزل غزوة قريب بعد أيام قليلة خلوكم قريب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد والله إلى حل أنت الصفر وكتوب وليك أشوفكم على خير ورح توحشوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة